مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا بكم في إحاطة مجزة لأهم الأنباء نستهلها بالعناوين الفصائل الثورية تصد محاولة تسلل لعصابات الأسد شمال اللاذقية واندلاع اشتباكات بين عشرتين في رأس العين شمال الحسكة الجيش الوطني تصدى لمجموعة من قسد حاولت التسلل إلى أحد نقاط شرق حلب وصحيفة فرنسية تقدر أعداد قتل الروس في أوكرانيا بثمانية وعشرين ألف جندي أهلا بكم تمكن مقاتل الفصائل الثورية من صد محاولة تسلل لمجموعة من عصابات الأسد حاولت التسلل نحو نقاطهم على محور تلة الخضر بريف اللاذقية الشمالي لتندلع اشتباكات بين الطرفين انتهت بانسحاب المجموعة المتسللة بعد سقوط جرحا في صفوف عناصرها نتيجة تعرضهم لرشقات من الرشاشات الثقيلة أثناء الانسحاب اندلعت اليوم اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قبلتي العجادات والموالي في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي نتيجة خلاف متجدد سقط فيه قتلى من الطرفين وعلى إثر ذلك تدخلت قوات فض نزاع من الجيش الوطني وبقية العشائر في المنطقة وتوصلت لاتفاق مع أحد الطرفين لوقف إطلاق النار صدى عناصر الجيش الوطني محاولة تسلل لملشاة الأسد على محور مدينة تادف بريف حلب الشرقي لتندلع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين الطرفين ويتمكن خلالها الجيش الوطني من إجبار العناصر المتسللة على الانسحاب بعد تكبيدهم الخسائر تزامن ذلك مع تحليق مكثف للمسيرات التركية في أجواء ريف حلب الشرقي ختاما قالت صحيفة لوفيقارو الفرنسية إن العدد المقدر لقتل جنود الجيش الروسي وصل لثمانية وعشرين ألف قتيل جاء ذلك منذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ثلاثة أشهر وحتى يومنا هذا ويذكروا أن حصيلة القتلى ترتفع بشكل يومي إثر المعارك الدائرة جنوب شرق أوكرانيا وصلت الراجع لروسيا في بعض المناطق التي احتلتها منذ انطلاق الغزو ختام هذه الإحاطة نترككم في أمان الله إلى اللقاء